المتصل أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتفودي إبراهيم محلب في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية أصلا في قانون الطوارئ وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن رئيس الجمهورية كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدنيين الموجودين داخل شمال سيناء بقرار رئيس الجمهورية يندم إلينا في ستوديو الجزيرة مباشر مصر أحد أبناء سيناء وهو السيد عيد المرزوقي أهلا بك سيد عيد بداية من الذي قتل في سيناء المصادر الأمنية تتحدث عن قتل من يوصفون بالتكفريين كما أنه تم القبض على ثلاثة من المشتبه في تورط في أحداث سيناء الدمية الأخيرة وعامة يعني زي ما قلنا في السابق أن بيانات المتحدة السكري لا تمثل الواقع بالصلاة فحتى الآن لن نستطيع أن نحدد هل في ضحايا سقط أو أم لا يعني هذا وفقا لمصادر أمنية وليس المتحدة؟ حتى لو مصادر أمنية لأنه حصل القصف بالطيران من أمس وللآن لم يأتي أي خبر من مصادر قبلية أو من أهل الشيخ زود أورفح عن إصابات أو عن قتله لم نبلغ لحتى الآن طبعا الاتصالات زادت في قطع الاتصالات يعني زاد باستمرار وقطع الشبكات زاد باستمرار حتى في قرار الحظر اللي عملوه طبقا لما قالوا احنا شوفنا الدستور وناس بتشتغل بالقانون قالوا في جزء من سيناء اللي هي منطقة الشيخ زود أورفحة ولكن الحظر متطبق على بئر العبد والعريش على كامل شمال سيناء مكان الوحيد اللي مش في حظر اللي في اليهود دلوقتي قاعدين بسياح مكان الوحيد اللي في سيناء لا يوجد حظر حالياً المنتجعات التي فيها الإسرائيليين قاعدين في السياح الجنوب طيب أنت شمال سيناء ما شمال سيناء ما هي وسط صيناء شمال سيناء بير العبد شمال سيناء العريش شمال سيناء رفع الشيخ ذو شمال سيناء فضل إيه في سيناء الجنوب والجنوب هي شرم الشيخ شوية كانتون هذه منتجعات سياحية فسبحان الله المنطقة اللي لا يوجد في حظر الحديث وإن لم يكن رسمياً حتى هذه اللحظة فيما تعلق بفكرة إقامة منطقة عازلة بين المصريين وقطاع غزة كيف تفهم ذلك وما أثره على الناس في سيناء إن حدث شوف هو طبعا قال السيسي في خطاب الأخير نحن سنتخذ إجراءات في قطاع غزة ضد المنطقة الحدودية في اتجاه قطاع غزة وفعلا بدأوا مجلس مدينة رفع الشيخ الزيد وقد عملوا استبيان لـ 860 منزل وأبلغوا الناس بإخلاء المنازل أو يعني إما تأخذوا تعويضات مادية أو قطعة أرض خارج الكردون اليوم ترددت أنباء بشكل قوي إنه بدأوا في نصب خيام في منطقة شرق غرب العريش لإجلاء السكان مؤقتاً في هذه الخيام من منازلهم قوات الجيس هل سيتجاوب السكان؟ والله يشوف يعني إعلان التهجير القصري بصورة رسمية بمثابة إعلان حرب على قبائل سيناء يعني حتى وإن كان البديل جيد يا أخي الفاضل المشكلة عن أهالي سيناء غير مقتنعين تماماً أن الجيش جاي حرب مسلحين مقتنعين أن الجيش طامع في أرضهم لأنها منطقة حساسة وستراتيجية بمثابة دجاجة تبيض لهب فالجيش عايزها واحد ولا شريكة له بدون ناس فالمسلحين الطفل الصغير في سيناء يعلم أن المسلحين في مناطق جنوب الشيخ زوين في الصحراء في المناطق الظهير الصحراوي للمدن لا يوجد دخل المدن المسلحين حتى لو بيحصل هجمات أو بيحصل عاج يعني فشل رئي فبدل حتى موضوع التهجير طرح موضوع التهجير للنقاش جريمة الذي يجب أن يطرح هو التحقيق في الجرائم التي حدثت المدينيين على مدار عام كامل أشكرك الناشطة السينوية عيد المرزوقي كنت ضيفنا في الأستوديو شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً